رحيل عملاق فني المالوف العنابي حمدي بناني بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز سبع وسبعين سنة التفاصيل تأتيكم بعد الفاصل فلا تنسوا الاشتراك في القناة انتقل إلى رحمة الله عملاق أغنية المالوف العنابي الشيخ حمدي بناني عن عمر يناهز سبع وسبعين سنة بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة في مستشفى عنابة وحسب ما علم من عائلته فإن الراحل سيوارثار في مقبرة سيد عيسى بوسط مدينة عنابة بعد عصر اليوم الاثنين الواحد والعشرين من شهر سبتمبر 2020 لتفقد بذلك الجزائر واحدا من أعمدة الفن الأصيل فن المالوف العنابي وهو من أعطى لهذا الفن أكثر من خمسين سنة من العطاء بالإبداع والإنجازات ولد الراحل حمدي بناني شهر جنفي 1943 بمدينة عنابة شرق الجزائر وهو الذي اشتهر بآداء أغاني المالوف العنابي ليلقب بالملاك الأبيض نسبة للكمانجة أو الكمان الأبيض الذي يعزف عليه أثناء آدائه للأغاني وارتدائه في نفس الوقت للبدلة البيضاء وقد أطلق عليه ذلك رئيس الاتحاد السوفيتي عندما غنى له بهذا اللباس الأبيض وبالكمان الأبيض ليسميه قائلا أنت الملاك الأبيض اهتم بالفن والغناء وعمره لم يتجاوز 16 سنة حتى اكتشف صوته خاله الفنان محمد الكرد ذعى صيته بعد استقلال الجزائر وكانت بكرة أعماله أغنية يباه الجمال التي نال عليها جائزة الغناء الأولى في أحد المسابقات الفنية واستمر نجاح بأغاني مثل عدالة يا عدالة ومحبوبتي ويا ليلي يا ليلي وجاني مجاني وغيرها ليستطيع بناني من خلال نحو ثلاثين أغنية ناجحة بوضع لمساته على أغنية المالوف كما عاد توزيع وتجديد العديد من الأغاني من بينها جاني مجاني كما غنى الكثير من الأغاني بطريقة منفردة حيث كان يعزف على الكمان وهو واقف وعلى غيرار بقية الفنانين الذين يظلون جالسين مع الجوقي الموسيقي واستطاع بناني من خلال أغانيه واشتهاره بأداء الأغاني المالوف أن يجوب العالم وأن يؤدي الأغنية المالوف الجزائرية كسفير لها في العالم رحمه الله وأسكنه فسح جناته والهم ذويه جميل الصبر والسلوان موسيقى اشتركوا في القناة